اشتركوا في القناة اهم السلع والمؤشرات ليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على اليورو تصدر في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر زولي معنويات الاقتصاد الألماني ومن ثم في تمام الساعة السابعة مساء سوف يكون لدينا على الدولار الأمريكي صدور تقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وختاما على الجنين الاسترليني في تمام الساعة الثامنة مساء يطل علينا السيد بيلي محافظ بنك إنجيلترا المركزي في حديث مهم جدا إذن أخواني العزاء نبتدع فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونشاهد أن مؤشر الدولار الأمريكي قد نجح بإنهاء التصيحات ويعود مجددا محاولا الثبات والتماسك أعلى مستوى الـ 107.850 وإذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى الـ 107.850 سوف نشاهد انطلاق قادم للدولار الأمريكي قد يعصف بيئة الأسواق مجددا من خلالها ويستهدف مستويات المائة وتسعة ومائة وعشرة فاصلة مائتين خلال التداولات القادمة مما قد يشهد تداولات عنيفة وقوة ضاربة للدولار الأمريكي والمزيد من الضغوط على الذهب وعلى العملات المختلفة ولكن يشترط لتحقق هذا السيناريو التمالي والثبات أعلى مستوى المائة وسبعة فاصلة ثمانمائة وخمسون إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار لا يزال يتعرض للضغوط البيعية متأثرا بقوة مؤشر الدولار الأمريكي نشاهد أن الأسعار تقترب وقد تصل من نقطة التعادل ومستوى التعادل الماثل عن المستوى الواحد يورو مقابل الواحد دولار أمريكي وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى الواحد قد نشاهد هبوط حاد قد يهوي بالأسعار إلى مستويات الثمانية وتسعون سنت وسبعة وتسعون سنت وقد نشاهد على مستوى الأربعة وتسعون سنت وشرط استمرارية السيناريو السلبي الهابط هو ثبات الأسعار بالتداول دون مستوى الواحد فاصلة صفة ثلاثة ألف ودون متوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم إذن أخواني لعزاء نتيجة طبيعية أن نشاهد هذا الضعف لأليورو بناء على الحرب القائمة في أوروبا وحالات الاحتجاج الذي نشاهدها في دول الاتحاد الأوروبي وفقدان الثقة من قبل المتداولون والمستثمرين في اليورو بسبب الأزمة الحالية التي تعصف في قارة أوروبا مما قد منح الدولار الأمريكي قوة مقابل هذه الضعفة. والتراجعات والتذبذبات التي تصيب الأسواق إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوندولار ونشاهد أن زوج الباوندولار لا يزال هو الآخر يتعرض لضغوط بيعية وحتى اللحظة استمرارية التداولات دون المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم ودون مستوى الواحد فاصلة عشرون ألف لا يزال يقود الأسعار إلى مستويات سلبية قد نشاهد قيعان تاريخية مجددا بالقرب من مستوى الواحد فاصلة سبعطاش ألف واربعمائة وقد نشاهد مستويات على اللونغ تيرم قد تصل لمستويات الواحد فاصلة خمسة ألف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوندين الملقب بالمجنون وبعد أن نجح الباوندين بتكوين مسار صاعد يتراجع مجددا ويعود للتداول دون مستوى الواحد وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات بالعودة بالأسعار دون مستوى الواحد واربعمائة وستون قد تخلق التداولات سلبية تهوي بالأسعار إلى مستويات مئة وستون فاصلة ثلاثمائة وما دونها ولكن يلغى السيناريو السلبي في حال تمكنت الأسعار من العودة مجددا أعلى مستوى المئة واربعمائة وستون إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي وتنجح الأسعار بالعودة دون الداون تريند لاين أدنى خطى الاتجاه الهابط وأدنى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وحاليا إذا تم تأكيد كسر مستوى الصفر فاصلة سبعة وستون ألف وخمسمائة وتمت إعادة اختبار هذا الكسر بنياح شوف ونشاهد امتداد لخسائر الدولار الإسترالي قد تطال مستويات الصفر فاصلة ستة وستون ألف وثمانمائة وقد نشاهد مستويات ستة وستون ألف خلال التداولات قصيرة المدى إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ولا تزال الأسعار تتألق للدولار الأمريكي ولا نشاهد الأسعار لا تزال تحقق المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي واستمرارية التداولات أعلى مستوى 137 تقود الأسعار لمزيد من المكاسب صوب مستويات 138 و139 ويشترط لاستمرارية تحقيق المكاسب والأهداف المنتظرة هو الثبات أعلى مستوى 137 ين للدولار الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل ليرا التركية ونشاهد الأسعار لا تزال تتداول بشكل جانبي بالقرب من منطقة الدعم الهامة الماثلة عند مستوى 17.30 وإذا نجحت الأسعار بالتماسك والانطلاق صعودا أعلى مستوى 17.30 قد نشاهد استهداف لمستويات 17.60 و18 ليرا للدولار الواحد ويشترط التحقق هذا السيناريو هو الثبات أعلى مستوى 17.30 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا تزال أسعار البيتكوين تتماسك أعلى مستوى الحاجز النفسي الماثل عند مستوى 20.000 دولار وحتى اللحظة نشاهد البيتكوين صحيح أنه يتعرض لضغوط بيعية ولكن لا تزال هناك محاولات وآمال قادمة للبيتكوين قد نشاهدها خلال التداولات القادمة هو لن تقضى على آمال الصعود للبيتكوين إلا بكسر مستوى 20.000 دولار للبيتكوين الواحدة والتداول دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ولا تزال الأسعار تفشل بالعودة على مستوى 33 سنت وحتى اللحظة التداولات بهذا الشكل دون المتوسط المتحرك ودون 33 سنت قد تقود الأسعار لمزيد من الخسائر صوب مستويات الواحدة 30 سنت و28 سنت خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهناك العديد من التساؤلات حول الذهب نشاهد تداولات الذهب لا تزال تتحرك بشكل عرضي تداولات عرضية قلة في سيولة الذهب يدل عليها الشموع الصغير الذي نشاهدها منذ السادس من يوليو نشاهد التداولات تتمحور حول منطقة هامة جدا ومصيرية وحيث أنها تعبر عن نقطة البايفيت ونقطة المحور وما تسمى بنقطة تحول الاتجاه الماثل عن مستوى 1725 دولار للأنصة الواحدة حيث أن كاسر مستوى 1725 دولار سوف يولد انهيارات وخسائر كبيرة للذهب قد تطال مستويات 1700 دولار على short term وعلى long term قد نشاهد مستوى 1650 دولار للأنصة الواحدة ولن يتوقف نزيف الذهب ويستطيع الذهب التحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 1775 دولار للأنصة الواحدة وهو مستبعد حتى اللحظة على الصعيد الفني إذن أخواني العزة بإذن الله سوف نتابع أولا بأول معكم تحركات الذهب من خلال خدمة البرودكاست المجانية على الواتس أب ولمن يتساعل عن كيفية الانضمام إلى خدمة البرودكاست المجانية بإمكانكم طلب الانضمام برسالة إلى رقم الواتس أب الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات تجدون الرقم بإمكانكم إرسال رسالة ويتم إضافتكم إلى خدمة البرودكاست الذي يصل من خلالها التوصيات وتحديثات الأسواق والعديد من الملخصات الاقتصادية إذن أخواني العزة نعود إلى تحليل النفط الخام ونشاهد أخواني العزة أن النفط الخام لا يزال يحاول التماسك ولكن على الصعيد الفني نشاهد التداولات لا تزال تتداول في ظل القناة المحصورة العرضية ما بين مستوى 98 دولار و 103 دولار للبرميل الواحد ولن نحدد ما صير واضح وصريح للنفط الخام إلا بكسر أو اختراق أطراف القناة العرضية الماثلة أمامكم على الرسم البياني والذي نقوم حاليا بتضليلها للتأكيد على المنطقة حيث أن كسر أو اختراق أحد مفتاح التداول للجلسة الحالية والمثلان المستويات 103 دولار و 98 دولار يحدد المسار القادم للنفط الخام ما لم سوف نشاهد استمرار التأرجح ما بين الدعم والمقاومة صعودا وهبوطا حتى يتم الكسر أو الاختراق خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزة ننتقل إلى تحليل الفضة والفضة متأثرا بالضغوط البيعية على الذهب لا يزال يتداول بشكل سلبي بحث وحتى اللحظة استمرارية تداولات الفضة دون العشرون دولار لا تزال تضعه في وضع حرج ولكن قد نشاهد انهيارات قوية للفضة في حال تم كسر مستوى 18 دولار فاصل 70 سند حينها سوف نشاهد دخول الفضة في شلالات البيع والدماء الحاد الذي قد تصل إلى مستويات 17 دولار إذن أخواني العزة ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يفشل بالعودة على مستوى 6 دولار ونصف حيث أننا تحدثنا في التحليل السابق اختراق 6 دولار ونصف والثبات أعلاها سوف يخلق فرصة شرائية قوية وتعيد الغاز الطبيعي للترند الصاعد الذي يستهدف مستوى 7 دولار فاصل 30 سند و8 دولار فاصل 20 سند خلال التداولات القادمة ولكن حتى اللحظة لا تزال النظرة إيجابية وشرائية للغاز الطبيعي طوالما هو يتداول أعلى مستوى 6 دولار إذن أخواني العزة ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر داو جونز الصناعي ونشاهد أن الأسعار حتى اللحظة لا تزال محصورة في ظل القناة العرضية المثل ما بين مستوى 31400 و 3380 دولار حيث أننا تحدثنا أن مؤشر داو جونز لن يخلق فرصة شرائية ويستطيع الانطلاق صعودا إلا باختراق مستوى 31400 والثبات أعلىها حين سوف تخلق فرصة شرائية تستهدف مستوى 3233000 على short term ما لم تستطع الأسعار باختراق 31400 قد نشاهد الأسعار تعود إلى التأرجح ما بين الدعم المقاومة والتذبذبات العرضية الذي لا تزال يتداول من خلالها مؤشر داو جونز منذ التاسع والعشرين من يونيو الماضي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورس SP500 ونشاهد أن SP500 حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت ضغوط بيعية خلال التداولات القادمة على المدى القصير ولكن لن يستطيع الـ SP500 أن يعود للضغوط البيعية بشكل تام ويفقد أمال استعادة الزخم الصعيد إلا بكسر مستوى 3800 وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى 3800 لا يزال يوجد هناك بصيص أمل للـ SP500 لإستعادة الزخم الصعيد والعودة مجددا لمستويات الأربعة آلاف دولار واختراقها والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد الداكس يفقد بعض من الزخم الصعيد ولكن حتى اللحظة لا تزال النظرة إيجابية نوعا ما طوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستوى 12500 ولكن لن نشاهد التداولات الإيجابية البحتة إلا باختراق مستوى 13100 والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر كاك الفرنسي ونشاهد الأسعار تتمح ورحول نقطة الـ 6000 حيث أن اختراق الـ 6000 يورو سوف تخلق فرصة شرائية على الشورت تيرم تستهدف مستويات 6150 و 62260 يورو خلال التداولات القادمة ولن تلغى هذه الفرصة إلا إذا نجحت الأسعار بالعودة دون المتوسط المتحرك ونجحت بالارتداد هبوطا دون مستويات 6000 يورو إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد النازدك يفشل في الثبات أعلى مستوى 12100 يورو دولار وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بالتداول دون المتوسط المتحرك ونجحت بكسر مستوى 11700 سوف تقضى على آمال الصعود لمؤشر النازدك وقد نشاهد انهيارات قد تطال النازدك قد تصل به إلى مستوى 11500 وما دونها ولن يقف نزيف النازدك ويستطيع أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 12100 دولار والثبات أعلىها إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومي أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله